كما وصلت وزارة داخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت وزارة داخلية خلال 24 ساعة من ضبط 555 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 859 طن مواد غدائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 157 طن وفي مجالي حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزياد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 668 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغدائية تم ضبط قرابة 34 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 918 قضية من بينها 170 قضية خبز ناقص الوزن و203 قضايا لخبز غير مطابق للمواصفات